السلام عليكم از Judaism ان myselfall laughing اليوم الناردة هنتvlition اليوم بالضبطى هنتذبいうこと اكمل القيارة هن responsبعها على محاضرتين محاضرة النهاردة المحاضرة بتاعتين مرة جاية هتنزل اليوم الأربع اليوم الشباب هنتكلم عن 6 أنواع من الطيبة وهنا كان لدينا 11 اليوم هنتحدث عن 6 وان شال الله دا كاترتaste سنتكلم عن خمس أنواع بسيط جدا وسهل جدا ايو انا عارف ان فيها بعض الصعبات واسمها صعبة شوية او رخمة شوية وهنا اسمها صعب ورخم ولما نجي نجمعهم كلهم مع بعضهم هنلاقي اكتر من عشرة فحفظهم صعب هنحاول مع بعضها ده كترة ان احنا نسهل الامور دي كلها ان شاء الله وبعض التجمعات اللي بنعملها كالعادة في الفيديو هنحاول من خلالها ان احنا نسهل كل الامور دي المهم كالعادة ركزهم وتعالوا يلا بينا يلا شباب الستة هنوعى اللي موجودين معانا في فيديو النهاردة هم يعني اللسان كبير اللي انتو شايفينه هنا ده واللي هو ده تاني حاجة والتالت حاجة وهي لسان كبير لسان صغير مفيش لسان خالص بعد كده المرة الرابعة عبارة عن يعني يعني يا شباب اللي هو ايه مقسوم كده من عند التب بتاعته وكلنا عارفينه بعد كده عندنا ودي حاجة بيكون موجودة عند منطقة وكلنا عارفين ليه فاكرين لما كنت بقول قبل كده ان المنطقة بتاتة عند الاسبوع التالية والرابع داخل الرحم بيكون موجود في المنطقة دي في بدايتها اسناء تكوينها وبعد كده مع مرور الوقت ممكن نوصل لحد الاسبوع السابع داخل الرحم تبدأ تنزل هذه لحد المكان بتاعها عند التراقية هنا تمام فا ده موضوع بعد كده يا شباب اخر حاجة هنكلم عنها في فيديو النهاردة هي كلنا عارفينها ودرسناها السنة اللي فاتت في مادة الاورال هستولوجي خلوني الله في بدايتنا اول حاجة هنكلم عنها هي هذا اللسان الكبير عندنا يا شباب زي ما انتم شايفين كده هذا اللارج تنج ممكن يسبب لي بعض الكمبليكيشنز بعض المشاكل طبيعي جدا لسان كبير بالمنظر ده هيسبب لي مشاكل تعالوا يا الله عشان يعرف المشاكل دي اول حاجة يا شباب وهي صعوبة في التنفس لسان كبير يا شباب بيكون قافل منطقة دي شوية او مديقها شوية اللي هي منطقة بتاعت دخول الهواء تمام فبداية المنطقة دي يا شباب مقفولة شوية ديقة بسبب هذا اللسان الكبير اللسان يا شباب مش مجرد ان هو موجود في القرية كافة بس وامتداده كمان جوا كبير شوية فبالتالي هو بيديق من مجرى التنفس فبالتالي اده كاترة بيعمل رقم واحد هو صعوبة في التنفس مش لازم اكتب حلاوة الشرطر ده والشرطر اللي فاتت اننا مش لازم اكتب تنم مع بعض اللي نشوف الصور والامور بتبقى سهلة يبقى اول حاجة صعوبة التنفس تاني حاجة مين ده كاتكوت كاتكوت كان نظام ويه كان عنده يا شباب يعني يعني الاس والزد كان بيقرأها او بينطقها يعني مسلا يقولك ايه هو ده فكرينه ده كان في الفيلم بتاعكت كوت كان بقولك بالسه تمام فطبعا ده موضوع بتعمل هذا او هذه المشكلة في بتعمل يا شباب ماشي هو وبينطقها ازاي بدل الاس والزد بينطقها تي اتش لزبنج يقرأها بالشكل ده كان انها سه اوكي فده موضوع مشكلة في التحدث ده مشكلة في ممكن يسببها هذا الماكرو جلوساي كويس برضو اده كاترة الماكرو جلوساي ممكن يسبب ايه شايفين انتو العلامات دي العلامات دي جاي من اين جاي من الاسنان يعني انت عايز تقول ايه عايز اقولك ان الماكرو جلوساي ده الاسنان بتاعلم عليه لانه اصلا الريدي لازق في الاسنان فهي الاسنان بتعلم عليه بتطبع عليه ده اللي انا شايفه هنا تعالوا نشوف سورة تانية الاسنان يا ده كاترة طبعة على اللسان اللي اسنان طبعة على هذا الماكرو جلوساي او اللارجو تانج دي بنسميها ايه كرينيشن بيحصل في اللاترال بوردر بتاع الطانج كرينيتد لاترال بوردر اوف زا تانج اوكي دي برضو حاجة كويس انا شوفها ايه برضو مشاكل اللي ممكن يسببها هو ممكن يسبب مشاكل في الاسنان نفسها ازاي ده كاترة زي ما هتشوفه في الصورة دي التانج كبير بيقضي زق الاسنان اللي برا فبيعمل ما يسمى بي ال اوبن بايت هذيه تسمى اوبن بايت مشاكل في الاسنان تخيل يكون واحد عضته كده شايفين عضيتي عاملة ازاي؟ اه عدة طبعية اما ده يا شباب نتيجة لهذا اللارجو تانج بيقضي زق في الاسنان فبالتالي ده كاترة ويقوم بعمل هذه الوبين بايت كذا في هذه الاسنان فهذا يسمى اوبين بايت والسبب هذا الارج تنج ثاني حاجة ده كاترة كما انتم سميها بروغناسك جوز ممكن يحدث زيادة في النمو ممكن يحدث زيادة في النمو بتاع المانديبل النمو بتاعها بزيد في الفترة دي فبالتالي نتيجة لان هذا الارج تنج كبير هذا الطنج لارج فهو بيحفز من المانديبولر بروجناسك يعني زيادة النمو بتاع المانديبول فهنلاقي المانديبول بيكبر معنا زي ما انتم شايفين كده كترة تمام يبقى اللي بيحصل هنا عبارة عن منديبولر بروجناسك تمام ممكن في بعض الحالات الصعبة شباب بيعمل ما يسمى به الأسفكسية ما هي الأسفكسية دي عبارة عن اختناق لو طنج كبير قوي ممكن يسبب اختناق مش هنقلت لكم في الأول انه بيعمل صعوبة في التنفس طيب يفرض بقى ان هو كبير شوية ممكن يسبب الأسفكسية ما هي الأسفكسية دي عبارة عن اختناق حالة من الاختناق بيسببها هذا اللارج دونك دي يعتبر الكمبليكيشنز اللي ممكن تكون موجودة بسبب هذا الماكرو جروساي يبقى ده كترة هرجعه مع السريع اول حاجة عبارة عن مشكلة في التنفس بيكون فيه صعوبة في التنفس تاني حاجة بيكون فيه صعوبة في لسبيتش بيكون عنده لسبينج يعني بيقرأ الاس والز بيقرأه تي اتش سه اوكي زي صاحبك اللي هو كتكوت وكمان يدكاترة بيكون عنده ثروبينج في السلايفا دايما هتلاقي السلايفا الناس اللي عندهم لسان كبيرة السلايفا بتقعد تنزل من نوم كده قارفين لمؤاخذة الكلب الكلب بيقعد معروف عنه يعني كده ان هو فيه صلايفا بتنزل من لسانه نفس الفكرة بالزبط عشان اللسان ده كبير فهو ممكن يقعد يطلع منه بعض السلايفا بيحدث ثروبينج في السلايفا تمام اوكي دي معلومة كويسة برضو يا شباب لان هذا اللسان كبير ممكن يحدث فيه تراما ليه لان انت ممكن تعضى عليه يعني تخيل لسانك كبير وانت بتاكل او انت بتتكلم ممكن لسانك ييجي ما بين سنانك اللي فوق واللي تحت فتعضى عليه فممكن تسبب ليه ترامتك تراما اوكي دي برضو حاجة ممكن تحصل هنا موضوع كرينيشن ان انت او الاسنان بتاعتك بتعلم عليه بيكون نفس الفكرة هنا هنا يا شباب بعض المشاكل اللي ممكن يسببها نتيجة لضغطه على اسنان بيعمل هذا بيعمل يا شباب مشكلة فيه بيعمل ايه يا شباب بيقعد يزق فيه فبالتالي بيقعد يحفز الجرس بتاعته بيعمل اوكي اخر حاجة لو كان الموضوع سيفير شوية شديد شوية ممكن يسبب هذه الاسفكسية ما هي الاسفكسية اختناق دي يعتبر كل حاجة متعلقة بيكونبليكيشنز بتاعت مين بتاعت هذا التانج الكبير اللي هو الماكرو جلوسائي اوكي تعالوا بقى ده كتر عشان نتكلم عن الكوزيس والكلين نتكلم بتاعتها ايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب حدوث هذا الماكرو جلوسائي عندنا يا شباب تلات عائلات عندنا تلات انواع من الاسباب وكل نوع فيهم تحته بعض الكلام اللي هنتكلم عنه او تحته بعض العلامات اللي هنتكلم عنها عندنا ايه ده خطرة رقم واحد ممكن يحصل حاجة حاجة وراسية ايه برقم واحد بتكون تمام تاني حاجة ممكن تكون مشكلة في حاجة تبع واخر حاجة بتحصل نتيجة للمشكلة حصلت مع الزمن اوكي اده كترة تمام تعال واحدة واحدة يلا عشان نتكلم عنهم اول حاجة وهي الهيرديتاري الهرديتال يندرج تحتها ستة انواع انا بحب اتجمع ستة انواع دول تحت المصطلح هبد مكان ايه هبد مكان اقول لك معرفش بس تحفظوها كده تمام تندرج تحت هبد مكان اوكي يا داكاترة واحدة واحدة كده هنتكلم عنهم اول حاجة وهي الاتش دي عبارة عن ايه دي عبارة يا داكاترة عن الهيمي فيشيال هايبر تروفي واللي احنا قلناها الفيديو اللي فات لما قلنا بنتكلم عن الماكرو دونشي يا فاكرين فاحنا هنا بنتكلم عن الهيمي فيشيال هايبر تروفي هيمي فيشيال هايبر تروفي هنتكلم عنهم كلهم بس تعالى نعددهم الاول تاني حاجة موجودة معنا يا شباب وهي البي البي دي عبارة عن ايه البي دي عبارة عن بيك ويز دا اسم وايدي من سندروم اسم ما كبير شوية بس سهل بيك ويز القمة مع وايديمن وايديمن سندروم بيك ويز وايديمن سندروم يبقى اول حاجة عارفنا هي من فيشيال هايبر تروفي سهلة جدا وعارفنا من المحاضرات اللي فاتت تاني حاجة بيك ويز بيك ويز القمة ويز هه تانيت حاجة يا شباب وهي الدي الدي دي عبارة عن ايه عبارة عن صاحبنا اللي احنا عارفينه اللي هو داون سندروم بعد كده يا شباب عندنا الام الام دي عبارة عن ايه الام دي دا كاترة عبارة عن مالتبل اندوكرين دي سوردرز بعد كده كاترة عندنا المرض بتاع الكريتينيزم اللي احنا كلنا عارفينه المرض اللي هو ده ده مرض الكريتينيزم واخر حاجة يا شباب وهي الام ودي عبارة عن النيورو فيبرو ماتيوسيز وكده كاترة دول الست انواع اللي موجودين معنا عندنا هبد مكان اتش هه قولوا معي لله هيميفيشيال هايبر تروفي اركن بعد كده البي بيكوز ويديمين سندروم حلو الدي عبارة عن داون سندروم سهلة الام عبارة عن مالتبل اندوكرين دي سوردرز كويس بعد كده سي عبارة عن كريتينيزم واخر حاجة وهي الام عبارة عن النيورو فيبرو ماتيوسيز يبقى يا شباب هما سهلين عشان تحفزوهم معنا يلا هبد مكان يلا هيميفيشيال بعد كده البي يلا بيكوز مكان ام متعدد مالتبل من المتعدد اندوكرين يبقى مالتبل اندوكرين تمام دي سوردرز بعد كده سي كريتينيزم سي كريتينيزم اخر حاجة وهي الام عبارة عن النيورو في مشكلة في العصاب فيبرو ماتيوسيز وكده كترة دول هما اسمعهم حفزناهم مع بعض سهلين جدا تعالوا والله عشان نعرف كل واحدة فيهم ممكن تسبب ايه في الطنج ما كل واحدة فيهم هتسبب مشكلة في الطنج مثلا هنبدأ كلامنا به الهيميفيشيال هايبرتروفي دي هتسبب ايه هيميفيشيال يعني هيميفيشيال يعني يعني يونيلاترال يعني هتسبب كترة يونيلاترال في الطنج بس الموضوع بسط جدا بالعقل هنلاقي كل حاجة سهلة يبقى دي هده كترة رقم واحد هتسبب يونيلاترال سويلينج حلو جدا رقم اثنين دي هده كترة عبارة عن بيكوز وايديمين سندروم دي ممكن تسبب ايه بالنسبة لطنج دي يا شباب هتخلي الطنج سموث دي هتخلي الطنج سموث هنشوف صورة من الصور اللي جاية هنلاقي فيها الطنج سموث شبه ده كده اوكي هنا بنلاقي الطنج سموث سموث جدا في الحالة وايديمين سندروم او بيكوز سموث بنلاقي فيها يا شباب ان الطنج بيكون سموث رقم ثلاثة اللي هي داون سندروم داون سندروم معروف جدا من زمان ان الصفة من صفتها بيكون طنج فشارد فهنا يا شباب بيكون عندنا فشارد طنج اوكي زي الفل بعد كده عندنا ملتبل اندوكراين دي سوردرز هقول لك كل حاجة متاحة بس ما يكونش دعوة بها سيب吸ính التكلم وايه كريتينزم اللي هو مرض القماءة هذا المرض الشباب اللي هو كريتينزم ممكن يسبب ايه هذا كريتينزم ممكن يسبب تنج يبقىıyor مرض القماءة اللي احنا شايفينه قدمنا ممكن يسبب تنج يبقى صاحبكو دا كترة بيسبب يبقىworld رقم اتنين ورقم خمس مين رقم اتنين اللي هو صاحبك الويدي من عقم خمسة اللي هو كريلت نالم اخر واحد يا كاترة اللي位 هو صاحبك النيوروفايبروماتيوسيز هزا النيوروفايبروماتيوسيز تاخيلو معي هو ممكن يسبب ايه احفظ هوا كده نيورو ان مالتي Nodolor يعني بيكون في نوديولز كتيرا تمام بيكون في انتفاخات كتيرا فصاحبك ده اللي هو النيوروفايبروماتيوسيز بيكون يا دكاترة في مالتي متعددة النوديولر يعني في انتفاخات كبيرة بالمنظر ده مالتينوديولر تمام؟ فانتو فتكرون ان اللي هو المين؟ اللي هو الان ده؟ اللي هو النيورو ان هيكون مالتينوديولر يحفظوها كده. تمام؟ يبا كا يا شباب اتكلمت عن كل حاجة متعلقة بالهيرديتري هه هبد مكان اتفقنا سهلة جدا حلو يلا عشان نتكلم عن الفاسكيولر مالفورميشن احنا ده كاترة ان شاء الله في الترمي تاني هندرس حاجة بان نسميها الهيمانجيومة وهندرس حاجة بان نسميها الليمفانجيومة يبا احنا عندنا ده كاترة دي مشكلة في الليمف اهي في الليمفنجيومة وعندنا حاجة ده كاترة بنسميها الهيمانجيومة من اسمها يبا حاجة تبع اوكي يبا فوق وهنا تعالوا نشوف الليمفانجيومة بيكون الشكل العامل ازاي بيكون يا شباب عارفين الحبيبات هو بيكون متحبب صورة بتاعة اللسان في حبيبات بيبلي ابيرانس اوكي فده اعتبر الشكل بتاعه بيكون بيبلي ابيرانس او بيبلي طانج ايا كان اوكي ده اعتبر اول حاجة طب بالنسبة ده كاترة ليه الهيمانجيومة الهيمانجيومة زي ما انتو هتشوف في الصورة دي ممكن يكون لونه بلوش مزرقة شوية وممكن يكون لونها دارك ريت فاول ما اشوف مشكلة في اللسان مزرقة شوية او محمرة بمنظر ده فده منظر بتاع الهيمانجيومة وكده هندرسها بالتفصيل الممل في الترمي التاني من عشان كده مش هنتكلم عنهم فهنا بيكون بلوش او دارك ريد اوكي يلا الخش علي بعده وهي الاكوايرد الاكوايرد ده يا شباب من عشي صور ليه؟ لان هي حاجات بتحصل مكتسبة مع الزمن ازاي؟ يعني يا ده كاترة واحد مثلا كان عنده اسنان هذه الاسنان كانت موجودة بالشكل ده تمام؟ فالوقت التانج كان موجود بالمنظر ده ولكن لما هذه الاسنان يا شباب ايه اللي حصل له؟ كلها واقعت يعني الشخص ده معادش عنده اي اسنان فالتانج بيقعد يكبر على حساب المساحة دي كل المساحة دي التانج بيقبر على حسابها فبالتالي بينتج هذا اللارج تانج اللي هو الماكرو جلوساي فلو حد يسألني ايه اول حاجة من الاكوايرد بتاعت هذا الماكرو جلوساي هقولك ان معادش في اسنان اوكي بقى الشخص ده ايه دينشراس يعني ايه ايه دينشراس؟ يعني معادش عنده اسنان ده رقم واحد طيب رقم اتنين يا شباب رقم اتنين ده كاترة ان الشخص ده ممكن يكون عنده الاكروميجلي ما هي الاكروميجلي؟ الاكروميجلي يا شباب ان صاحبك ده بقى عنده المشكلة بتاعت التضخم جسمه كله بتضخم بقى عملاق بقى عنده مرض العملاقة فبالتالي طبعا هذا الجوب يعد يكبر فبالتالي ده كاترة انت بتيح الفرصة للطنج انه هو يكبر وبجانب كمان انه بيحصل مصر فبالتالي لما يحصل هذا المصر فالطنج بيكبر معانا فده يعتبر تاني سبب موجود معانا يا شباب وهو الاكروميجلي يبا احنا عندنا ايه؟ عندنا هنا ايه؟ اوكي؟ بعد كده ده كاترة رقم ثلاثة ده نسميها انجيو اديما او ميكزيديما ايه هو الانجيو اديما او ميكزيديما فعرفين انتو ببالونة نفس الفكرة لما انا مثلا اجيب مية وده احطها جوه البالونة وانفخ وانفخ ايه اللي بيحصل؟ بيكون السطح بتاعها سموث فهذه الانجيو اديما او ميكزي اديما ممكن تسبب ده كاترة هذا السموث تانج اوكي؟ فده رقم ثلاثة ان في بعض التجامع السوائل نتج داخل التانج هنا ايه ايه ايه؟ اوكي؟ بعد كده كاترة رقم اربع او السابق الرابع عبارة عن هذا هذا الاميل ايدوسيز ما هو الاميل ايدوسيز يا شباب؟ ده عبارة عن مشكلة ممكن تحصل في التانج فبتسبب تكون نوديولز كتيرة بيكون مالتي لوديلر بيكون ايه؟ مالتي نوديولر اوكي؟ فهنا يا شباب رقم اربع عبارة عن الاميل ايدوسيز يبقى ده عبارة عن ايه؟ اخر حاجة يا شباب عبارة عن تكون بعض التيومرز هتخلي التانج كبير ده رقم خمسة تعاون جمعهم مع بعض ايات واحدة اسمها ايات اهي اي تلاتة اي تي ايات والهم مع بعض شخص ما عندوش سنان رقم واحد في الايه عبارة عن ايداكاترة ان هذا بيشنت عنده مرض الاكروميجالي اللي هو العملاقة رقم تلاتة او اتنين في الايه عبارة عن الانجيو ايديمة رقم تلاتة شباب في الايه عبارة عن الاميلو دوسيز يبقى كده ايات اخر حاجة وهي التي عبارة عن التيومرز وكده كتره كده انا خلصت كل حاجة بالنسبة لي الاسباب والكلينيكال منفستيشن بتاعت هذا الماكرو جلوساي الالاج ايه الالاج يا شباب ان انا هقص الجزء الزيادة بس وكده شباب زي الفل كده خلصت كل حاجة بالنسبة للماكرو جلوساي يلا بنا يلا دكتره عشان نتكلم عن تاني نوعية موجودة معنا في فيديو النهاردة وهي المايكرو جلوساي لسان صغير زي ما احنا شايفين في الصورة دي بيكون لسان يا شباب صغير اهو بيكون اللسان اللي موجود معنا صغير واحدة واحدة كده عايزكم تركزوا معي اللسان الصغير ده السبب هو ايه يعني الجسم كله الحمد لله زي الفل تمام مفيش في اي مشكلة واللسان ده هو للوحده صغير كده ممكن يكون مصاحب لمشكلة ازاي ممكن يكون مصاحب الكليفت بلد يعني في بلد فيها كلفت يعني هنا اشابع بلد ممكن تكون كلفت تمام يبقى ان يكون مساحب رقم واحد لكلفت بلد. تاني هاجة بيكون مصاحب للظاهرتين الظاهرتين دول مشهورين جدا دي اول ظاهرة اللي احنا شايفينها دي دي عبارة عن او رو ماندبولور ليب هيبوجنيسيز سندروم دى اسم الظاهرة بنسميها ايه انبistant او رو شاند ليب هايباجيسيز السندروم دي اول ظاهرة موجودة يقل في مشاكل Throughout vemos وفي المنطقة ممكن تلاقي على التنجج وممكن تلاقي نكتب سندروم المتلازمة من الامراض Plus ستاكدو بيكون عندنا ميكرو جلوسائي لسان صغير تاني حاجة بيكون عندنا بنت عمك روبين يصبح على اللاعب الكورة Black Esther United بنت بير تمام؟ فانحنا عندنا بير روبين سندروم اوكي ساهم انتوا شايفين كده يا شباب الأسف الفاكر صغير جدا 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 ورجع نورا دي مش كلاستو بس دا كلاستو الام يعني صغيرة جدا المانديبل يارت هؤلاء الشباب هده طبعا بيكون بحتاجة عملية زي ما انتم شايفين كده شايفين المان دي بلتضاي منش دي ازاي دي بنسميها بيير روبين سندروم اوكي يبقى ده تاني حاجة او تاني مشكلة ممكن بنقابلها في الحوار ده اوكي ممكن يكون يا شباب في كليفت بلت فبيكون دايما او مش دايما بيكون في اغلب الاحيان مصاحب له هذا المايكرو جلوساي اوكي ممكن برضه شاف في اغلب الاحيان في حالة ان المايكرو جلوساي موجودة بيكون عندنا بيكونوا مش موجودين اوكي دي برضه معلومة حبيت اضيفها لكم كده يا وطبر قلت لكم الاسباب او الاوقات اللي ممكن نلاقي فيها هذه المايكرو جلوساي اوكي يا دكاترة كده انا خلصت الاسباب تعاوا نتكلم عن شخص شباب ده طبعا ده حاجة محتاجة جراحة دي محتاجة جراحة دي محتاجة جراحة هنا يا شباب محتاجين ان احنا هنعمل يعني هنتعامل بتقويم وهنعمل جراحة عشان نزبط لقبت الاسنان ونزبط الفك وممكن نعمل جراحة وكده كده ده كل حاجة عايزكم تعرفوها عن المايكرو جلوساي يلا عشان نعرف اللي بعده من اللي بعده الا وهو الاي جلوساي ما هو الاي جلوساي ايه لو تحطت اي قبل كلمة بتنفيها اي جلوساي يعني لسان مش موجود مفيش لسان زرز نو طانج طبعا حالة يا شباب دي بتكون يا شباب نادرة جدا زي ما انتو شايفين كده ده بيكون المنظر اللي موجودنا هنا مفيش طانج الشخص يتولد بعدم وجود طانج في الاورا كافتي بتاعه طب الحوار ده بيكون ايزوليتد هقولك في اغلب الاحيان بيكون مصاحب لحاجة ايه هي الحاجة دي اللي هي الادكتيريا ايه هي الادكتيريا يا شباب ده عبارة عن سندروم بيكون فيها زي ما انتو شايفين كده مشاكل في الاطراف واللامس بتاعتنا والازام بتاعتنا فبيكون زي ما انتو شايفين ده المنظر بتاعها بيكون مصاحب لها هذا الايجلوساي دي بنسميه ايه ده كاترة بالنسبة ليه صاحبك اللي هو الايجلوساي من اسمه افتكرهم ايه جلوساي صح؟ افتكروا بقى ايه جلوساي يبقى ايه دكتيريا وكده كاترة افتكروها كده واربطوهم ببعض انا كده خلصت اول تات انواع شفتم الماكرو جلوساي كانت طويلة شوية بايكرو سهلة ايه سهلة يلا عشان نتكلم على اللي بعده الا وهو بس الجزء ده يلا دكترة عشان نتكلم عن البايفد او طانج زي ما اتو شايفين كده ده عبارة عن اللترة لينج ورس والينج وده عبارة عن اللترة لينج ورس والينج ما حصلتش ما بينهم كنبيليت فيوجان فنائة جاهزة البايفد طانج او الكاليفت اللي موجود داخل هذا الطانج واحدة كده المفروض عشان التانج يا دكترة يتكون عندنا تلات مكونات موجودين. في واحد موجود ورا. بنسميه. عارفينه احنا من السنة اللي فاتت. وهنا موجود صاحبك اللي هو مين? اللي هو. وهنا موجود. المفروض يحصل ما بين دول وما بين صاحبك ده كمان. اللي هو ولكن ده كترة خلونا في الاتنين القدام اللي هما الاتنين. نظام ما حصلش ما بينهم. فنتج في المنطقة ده كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. اهو شباب. تمام? ده خفيفة. ممكن تشوفهم منظر ده. شايفين? شايفين هزا باي في الطنك? عرفنا السبب بتاعه سهل جدا. لم يحدث ما بين الاتنين. دي ممكن تسبب ايه? دي حيانا يا شباب ممكن تسبب مشكلة في بتسبب مشكلة في مشكلة كبيرة جدا. طب افردتها ده كترة ان في فشر امتد على هزي المنطقة اللي هي الميديان. في ميديان فشر موجود هنا او في ميديان كليفت موجود هنا. ده بقى ممكن يعمل ممكن يسبب ممكن يسبب ممكن المنطقة ديها شباب تكون منطقة تواجد اللي هو الفانجاي. عارفنا الكانديدا اللي هي مشكلة بتظهر في الكافتي تعفن نتيجة الفانجاي. كده وكده هندرسها ان شاء الله في بداية الترم التاني. اوكي? موضوع الويت ليجنز. فده ده كترة يعتبر المشاكل اللي ممكن يسببها هذا البيفت طنج. الاعلاج بتاعه ايه? اننا ده كترة هعمل سوتش رينج. هخيط الجزء اندول على بعض. اوكي? بس ده اللي عايزكم تعرفوه بالنسبة ليه هذا البيفت طنج. يلا عشان نتكلم عن نوع مهم وهيطول معنا شوية. مش هيطول كتير. هو مين? هو صاحبك اللي هو اللينجوال سيرويد نوديول. فكرني كده الوضع كان عامل ازاي? هقول لك يا ده كترة ان ده كان شكل الطنج بتاعنا. هنا موجود صاحبتك اللي هي فرامن سيسم. عند عمر من ثلاثة الى اربع اسابيع داخل الرحم. انترا يوتراين. داخل الرحم. كان موجود هنا يا شباب. الجزء بتاع مين? بتاع السيرويد جيلاند. اللي كان مسؤول عن ايه? عن افراز هرمونات السيرويد. تمام. ولكن ده كترة ما وصلنا لي مرحلة سبع اسابيع داخل الرحم. بدأ يا ده كترة. هزي سيرويد جيلاند تنتقل من مكانها ده. وتفضل تنزل تنزل. فكريني المسال اللي انا كنت عامله. لما كنت جبت في الشرطة بدأ اسست. لما كنت جبت الشاحن وعدت تنزله. هي نفس الفكرة. قاعدت تنزل تنزل لحد ما وصلت اتكاترة عند ازيز في المكان ده. عند المكان بتاعها بقى اتكاترة. المكان بتاعها. هنا كده. ولكن اتكاترة ممكن يحصل حاجة من الاتنين دول. ايه هي الحاجة دي? ممكن في سبعين في المية من الحالات يا شباب. وتلاتين في المية من الحالات. صاحبتك دي تنزل في مكانها ولكن سيب بعض البقايا على طول التركت بتاعها على طول الطريق بتاعها. يبقى تلاتين في المية من الحالات. بتوصل للمكان الطبيعي بتاعها. اهو. بتوصل للمكان الطبيعي بتاعها. ولكن لها بعض البقايا. هزي البقايا يا ده كترة ممكن تعمل ايه? هزي بقايا ممكن تكون موجودة في المكان ده. ممكن تكون موجودة في المكان ده. ممكن تكون موجودة في المكان ده وممكن يا دكاترة تكون موجودة هنا ولو تواجدت في هذا المكان بنسميه ايه بنسميه لينجول سيرويد نوديول تعالوا نشوف صورة لها عشان برضو الأمور تكون ولها شايفين ده عبارة عن لينجول سيرويد نوديول بيكون موجودة عند او بجانب الفورمين سيزن اهي واخدين بالكم تمام ايبا ده في 30% من الحالات هترجع للمكان الطبيعي بتاعها ولكن سيب عليها بعض البقايا اما ده كترة بالنسبة 70% من الحالات للأسف الشديد ممكن ما تكونش متواجدة في المكان بتاعها وتكون موجودة في مكان خطئ بمعنى يا شباب بمعنى ان مش هتلاقي ممكن ما تلاقيش السيرويد جيلاندي موجودة في مكانها يعني مش موجودة في المكان ده ويكون موجودة في المكان ده بس تكون موجودة في المكان ده بس تكون موجودة في المكان ده بس ويكون ده عبارة عن اكتوب اكتشو احنا عارفين اكتوب اكتشو هذا الاكتوبك تيشو يا شباب هيكون هو المسؤول عن إفراز هرمونات السهير والجلان يعني انت عايز تقول لي في 70% من الحالات اللي ممكن تجيلك بالمشكلة دي بيكون عندهم الاكتوبك تيشو يعني التيشو اللي موجود في مكان غير مكانه الطبيعي هو المسؤول عن إفرازات الهرمونات الدرقية أيوة ده مشكلة طبعا مشكلة كبيرة وهنعرف في الوقتي أثناء تريتمنت احنا بنتعامل مع الحالة دي إزاي يا ده كترة لما يكون في 70% من الحالات الاكتوبك تيشو هو المسؤول عن الإفراز بتاع الهرمونات الدرقية ده مشكلة كبيرة جدا يكون يا ده كترة حتة النوديول ده إيه حتة اللينج والسيروت ده إيه اللي موجودة عند الطنج هي عبارة عن الغدة الدرقية اللي موجودة في جسم كله هي اللي بتفرز هرمونات الغدة الدرقية الحتة ده إيه أيوة ممكن في 70% من الحالات فطبعا ده مشكلة وهنعرفها الوقتي تعاوا نتكلمك شوية عن بتاعتها ده كترة إحنا فهمناها وعرفتنا التأسيمة بتاعت الـ 3070 دي وعرفتنا كل حاجة متعلقة بيها تعاوا نتكلم عن الـ بالنسبة لكترة لكترة بتاعت هذه اللينج والسيروت اللي هي ده إيه اللي انتوا شايفينها دي واللي هي ده برضه ده عبارة عن اللينج والسيروت واحدة واحدة كده نتكلم عن الكترة بتاعتها رقم واحدة ده كترة بيكون فيها الفيميل أكتر من الميل رقم اتنين يا شباب وهو الصيد بتاعها زي ما عارفين الصيد بتاعها بيكون رقم ثلاثة هي ممكن تكون صغير وممكن تكون ولكن يا شباب في كلتا الحالتين هي بتتداخل مع الطريق بتاع الهواء فممكن تعملك صعوبة أحيانا في التنفس ممكن تعملكم صعوبة في التحدث نفسه فطبعا حاجة شبه كده مشكلة كمان يا ده كترة مش هتقف لحد هنا ولكن ممكن يكون لونها رد يكون لونها أحمر ممكن يا شباب تسبب تلاتة دس رقم واحد اتنين تلاتة ديسفاجيا يعني صعوبة في البلعة يبقى صاحبتك دي ممكن تسبب صعوبة في البلعة ديسفونيا يعني صعوبة في التحدث تمام ديسفانيا يعني ده كترة صعوبة في التنفس يبقى احنا عندنا التلاتة ديس بينتجوا من هذه اللينجوال سيرود نيديول ديسفاجيا صعوبة في الاكل تبلع نفسه تمام من اسمها لما تقول لحد انت مفجوع فاجيا مفجوع فاجيا تمام اكل على طول ربوتها باكل ديسفاجيا يعني صعوبة في الاكل ديسفونيا من اسمها صوت يبقى فيها شباب الصوت بيتغير صعوبة في التحدث ديسفينيا صعوبة في التنفس يبقى الوقتي هذه اللينجوا السيرويد نوديول ممكن تسبب مشاكل مرتبطين ببعض ديسفاجيا ديسفونيا ديسفينيا اتفقنا زي الفل طبعا انا دا كترة عايز اعمل ديوجنوس الصح للحالة دي انا مش متأكد هل هي لينجوا السيرويد ولا ممكن تكون تيومر ولا ممكن يكون سيست ولا ممكن تكون اي مشكلة انا عايز اتأكد بتأكد دا كترة من خلال السيرويد سكان دي عبارة عن حاجة او صبغات بنعملها فبالتالي بنتأكد من خلالها ان دي عبارة عن سيرويد تيشو ولا لا اتفقنا اتفقنا هل يفضل انك تعمل في المنطقة دي بايوبسي؟ تاخد عينة؟ بقولك لا عشان برضو هيمردشوا الكلام اللي انت عارفينه دا عشان ما نعملش نزيف في المنطقة دي صح؟ فاحسن حاجة بنعمل السيرويد سكان يبقى لو حد سألك في الشفاوي او في الامسكيو وقالك في حالة وجود انتفاخ في المكان دا احنا احسن حاجة بنعملها ايه؟ بنعمل السيرويد سكان ايجابي اعرفنا الحمد لله ان هي عبارة عن سيرويد تيشو سلبي يبقى في مشاكل تانية لازم نعرف هي اي مشكلة فيهم اتفقنا زي الفل كده كويس جدا بالنسبة للدياجنوسيس تعالوا بقى نعرف ازاي تريتمنت ازاي بنتعامل مع حاجة شبه كده يا شباب واحدة واحدة كده هنقسمها لو احنا يا شباب جينا نشوف تريتمنت والقان الموجود هنا هو تاكيد في 100 من الحالات وانيه هي موجودة في المكان الطبيعي طبيعي فبتفرز الفرزاتها فانا مش مقلق من موضوع الفرزات وان يحصل هايبو سيروديزم وكلام ده فانا الوقتي فيهينا انتفاخ بيعمل جميع هزين مشاكل فبالتالي انا بشيله اوكي يبقى الوقتي انت ايوها الانتفاخ لو في حالة انك كنت من ضمن الثلاثين في المية من الحالات اللي بجيني يعني انت عبارة عن اكتوبك تيشو زيادة ملكش لازمة بقوم شايل لك على طول طب مفروض ده كثرة ان هو كان من ضمن الثلاثين في المية من الحالات يعني هزه ان ديول هزا الانتفاخ هو اللي كان مسؤول عن افراز هرمونات الغودة الدركية يعني تخيلوا يا ده كثرة ان الحتة ده هي هي المسؤولة عن افراز هرمونات الغودة الدركية اللي هي مهمة جدا 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 ده هي طب انت بقى تتعامل ازي معها في بعض الناس يقول لك انا ممكن انا سيبها سيبها يا ابني بلاش تدخل في المصائب بتاعة الهايبرو سيروديزم والكلام اللي احنا عارفينه ده صح ممكن حد يسيبها ممكن حد يقول لك ايه انا ممكن اشيلها وبعد كده عمل لها يعني ازراحها في مكان تاني من الجسم لان المكان هي هنا عمل بعض المشاكل فانا ممكن اشيلها اعمل لها وازراحها اعمل في مكان تاني في الجسم وانا صراحة برجح الحتة دي ريحت البيشانت شلت له المشكلة اللي كانت عملاله بعض المشاكل وفي نفس الوقت ده كثرة انت حفزت على اتزان هرمونات الغدة الدراكية. بس يا شباب دي اعتبر كل حاجة بالنسبة ليس احبطت دي اللي هي اللينجول سيرويد نوديول. اوكي? يلا عشان نتكلم علي بعده واخر حاجة موجودة معنا في فيديو النهاردة هي الميديان رومبويد جلوسايتس. يلا بينا. يلا دا كترة عشان نتكلم عن اخر حاجة وهي الميديان رومبويد جلوسايتس وكلكم اعرف انها. كان يعتقد قديما ان هي عبارة عن مشكلة حصلت نتيجة عدم حدوث ما بين مين ومين? اللي انا سيبهم دول. دول عبارة عن ايه? واللي اتنين لينجول او لاترال لينجول سويلنجز. يبقى دا كترة دا كان الاعتقاد القديم. بيقولك ان هي مشكلة اهي مشكلة نتكت لان هذا ما حصلش ما بينه وما بين الاتنين لاترال لينجول سويلنجز كامل. اوكي دا الاعتقاد القديم ولكن بيقولك خاطئ. اما بيقولك الاعتقاد الحديث وسبب هذه الصحبة تبدين ان هي الرومبويد جلوسايتس ان يا شباب في كانديدال انفكشن. كانديدال. وده اللي ان شاء الله زي مواقلكم هندرسها في بداية التام التاني في الوايت ليجنز. اوكي? كانديدال نتيجة يا شباب لي فانجا الانفكشن. في فانجاي. في الفطريات. هذه الفطريات سببت هذه الاتروفي اللي موجودة في هذا الطنج. اوكي? ممكن يكون الاعتقاد دا صح? ممكن يكون الاعتقاد دا صح? مش هتفرق معنا. المهم نعرفهم الاتنين. يبقى دا يا شباب يعتبر السبب بتاع هذه الميديان رومبويد جلوسايتس. تعالوا نعرف يلا بعض المعلومات عنها عشان نخلاص يلا من فيديو النهاردة. بصة يا شباب بالنسبة لهذه الميديان رومبويد جلوسايتس هي ايه سيمتوماتيك? يعني ما فيش ايه منها خالص. يبقى رقم واحد يا شباب ان هي ايه سيمتوماتيك? تمام. رقم 2 إن هي عبارة عن Red Area هذه Red Area نتجد على الطنج بسبب بابيلاري أتروفي واللي خصوصا هي عبارة عن فيلي فورما بابيلاري أتروفي موجودة في المكان ده هذا البابيلاري أتروفي يا شباب سبب هذه ال Red Area تمام؟ بيكون موجودة فين؟ بيكون موجودة على الدرسل سيرفس بتاع الطنج تمام؟ بيكون موجودة على ظهر الطنج ده الدرسل سيرفس اللي تحت اسمه الفنترل السيرفس يبا الوقت عندنا منطقة حمرة بيكون شكلها من اسمها اسمها إيه؟ ميديان رومبويد يبا هي موجودة في منطقة الميديان من كاعة الطنج منتصف الطنج مش موجودة لطرل هنا ولا هنا ولا موجودة عند التب موجودة هنا يا شباب زي ما أنتم شايفين كده وبيكون شكلها رومبويد أوكي؟ زي الفل فدي يؤتبر الشكل بتاعها يؤتبر المكان بتاعها يؤتبر ده كاترة اللوم بتاعها بتكون عبارة عن Red Area منطقة حمرة زي الفل الملمس بتاعها الكونسيستنسي بتاعها شباب ممكن تكون ناشفة شوية slight in duration أجل مسع كده بتكون ناشفة شوية هي ممكن تكون على فكرة سموس ممكن تكون فيشارد فاهمين؟ فمش فرق أوي ولكن الملمس بتاعها بيكون ناشف شوية وكادة كاترة طب بالنسبة للتريتمانت هي ده كاترة بيحصل لها سيلف هيلنك ولو كان المشكلة اللي موجودة في فانجوي أو في كانتدا في كانتدا الانفكشن إحنا ممكن نستخدم anti-fungal agent يعني نستخدم مضاد لي الفطريات فبالتالي أنا بقلل منها فبالتالي أنا بقدر أعليكها الموضوع بسيط جدا واستهل جدا دي كل حاجة متعلقة بهذه الميديان رومبويت جولوسيتس موجودة انتريور لفرومنسيسام موجودة على الدورسام سيرفس بتاع التانك موجودة في منطقة الميديان موجودة يا شباب كمنطقة حمرة بسبب موجود بابيلاري أتروفي حصل في منطقة دي بيكون فيه سلايد اندوريشن فيها الملمس بتاعها ناشفة شوية بس هذا كترة دي أعتبر كل حاجة متعلقة بها أنا كده خلصت كل حاجة بالنسبة الفيديو النهاردة فيديو قصير وسهل جدا إن شاء الله المحاضرة الجاية نخلص كل حاجة متعلقة بالشطر ده والشطر اللي جاي بإذن الله هيكون عبارة عن البون ومشكله أوكي يلا السلام عليكم